تسريبات شقيقة ترامب تشغل منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا وإجابات متفاوتة بشأن صدقية لقاح ترامب تفاعل كبير مع انسحاب قوات التحالف الدولي من معسكر التاج العراقي ومساحات افتراضية واسعة لليوم الدولي لأحياء ذكر الإتجار بالرقيق والغائح أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أنتم أونلاين وقدمها مع سجل مرتضى مرحبا سجل إذن إنه الانسحاب الأمريكي من قاعدة التاجي العراقية أسرد العراقيون مساحة واسعة على الفيسبوك وتويتر لهذا الإنجاز الوطني العراقي حيث أن القوات الأمريكية تحديدا كما قال المغاردون ومعالقوا فيسبوك من العراق غادروا المنصة أو القاعدة التي هي تبعد عن العاصمة بغداد في الموقع رقم ثمانية حيث قال المتحدث باسم القوات العمليات المشتركة لواء تحسين خفاجي لوكالة الأمبال العراقية أن الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأثير الكوادر العراقية من قبل قوات التحالف مشيرا إلى أن الموقع سيخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامها الناطق الأعلام للقوات المسلحة العراقية يحير رسول غرد على تويتر معلنا انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة التاجي وقال أنه كجزء من الاتفاق بين الدولة العراقية وبين قوات التحالف سلمت القوات الجانب المخصص لها من قاعدة التاجي إلى بغداد إلى قوات الأمنية العراقية وهو التسليم الثامن خلال هذا العام وذكر العميد أن تدرب في هذا المعسكر أكثر من 47 ألف منتسب على يد خبراء مختصين المغردون العراقيون وصفوا القوات الأمريكية بالقوات المحتلة وتفاعلوا مع خبر انسحابهم من قاعدة التاجي فضل العتال قال قوات الاحتلال الأمريكية تعلن انسحاب من قاعدة التاجي شمال بغداد وتسلمها للقوات العراقية بالفعل كان الوصف كبير للقوات الأمريكية بقوات الاحتلال الأمريكي لا يزال موضوع التطبيع الإماراتي مع إسرائيل يتفاعل بشكل كبير في العالم العربي وفي العالم أجمع أيضا الجديد أن هناك حركة معارضة إماراتية برزت في الإمارات حديثا وتم أعلان إطلاق الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع من خلال تغريدة على تويتر تقول نعلن إطلاق الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني تأكيدا على رفض المجتمع الإماراتي لإتفاقية التطبيع وانتصارا لأهلنا ومقدساتنا في فلسطين الرابطة أطلقت أيضا موقعا إلكترونيا ستقوم بنشر كل فعالياتها ونشطاتها المعارضة للاحتلال الإسرائيلي والمعارضة للتطبيع ونشرت بيانا تعلن فيه إطلاق نشطاتها ودعمها للقضية الفلسطينية تزامنا سجل تزال التظاهرات في القدس الشريف من المستوطنين الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء نتنياهو تتفاعل وتتواصل بأعداد وزخم أكبر بكثير أمس ثلاثة تجرح من أفراد الشرطة الإسرائيلية واعتقال نحو ثلاثين متظاهرا على الأقل في ميدان باريس تظاهر ضخمة وجديدة تخلى لها اشتباكات بين المعارضين لنتنياهو وقوات الشرطة تعد هذه التظاهرة هي الأطخم في السنوات العشر الأخيرة وتطالب نتنياهو بالعزوف عن منصبه ومحاكمته بتهم فساد منصوب إليه إضافة إلى تهم بسوء إدارة الأزمة كوفيد-19 في كيان المحتل والأزمة الاقتصادية وطبعا فشل في ردع المقاومة في غزة أو على الحدود الشمالية حتى كان هناك حديث كبير محمد أن تطبيع مع الإمارات كان محاولة لإنقاذ نتنياهو من هذه المظاهرات الضخمة التي تخرج ضده يوميا لا يزال التفاعل على انفجار مرفأ بيروت الانفجار الكارثة الذي وقع ودمر جزءا كبيرا من العاصمة اللدنانية في أربع آب يستمر وخاصة قصص الشهداء والجرحة والناجين صحيح والناجين من هذا الانفجار كل يوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي للدولون قصة جديدة من هذه القصص المؤثرة محمد قصة الشهيد إبراهيم الأمين هو أصغر شهيد يعمل في مرفأ بيروت واستشهد في الانفجار يقول بتغريدة أن أهل الشهيد وضعهم ليس جيدا وبحاجة للكثير من المساعدة والدعم الأهر مش بس أنه استشهد الأهر أنه كان يشتغل بأجار 2500 ليرة على ساعة أقل من نصف دولار محمد وانهار الانفجار مبسط لما طلبوا على الشغل بأجار 5000 ليرة يعني حتى أقل من دولار واحد الآن مع انهيار العملة كل الأخوال هي ثمن لقمة العيش التي يتجرع العرم بشكل عام في هذه الأحوال السيئة الصورة المعبرة جدا التي لاقت ردود فعل متعاطفة جدا لمركز سرطان الأطفال كانت لهذا الطفل إنه المريض الوحيد الذي لم يتأثر بانفجار بيروت هو جاد عمره تسع سنوات كان نائما في تخته في المركز وهو منذ سنتين وثمانية أشهر في المركز في الرابع من آب في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة مساء كان جاد نائما ضرب الانفجار الضخم بيروت تخته تحرك حتى نصف الغرفة في المستشفى تتنثر الزجاج بكل الاتجاهات انقطعت الكهرباء بعد ثانية من الصمت والصدمة دو السريخ في كل زوايا المركز كان هناك خوف ورعب وكثير من الدم جاد بقي نائما في الحقيقة إنه في غيبوبة هذا النص المعبر الذي رافق الصورة على صفحة مركز سرطان الأطفال في لبنان نتمنى الشفاء لجاد وأيضا لكل الجرحة في انفجار مرفأ بيروت هناك قصة وصفها المغردون بالمعجزة هذه الصورة نراها أمامنا محمد هي صورة لطفل لبناني ولد بعد دقائق من الانفجار وعلى ضوء الهاتف لأنها انقطعت الكهرباء في مستشفى سان جورج تقول نشرة الصورة تعرفوا على الطفل المعجزة قوة الحياة رمز الولادة الجليدة في لبنان الطفل جورج في مستشفى سان جورج الذي ولد بمساعدة أضواء الهواتف المحمولة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي دمر العاصمة كل أحوال كان له أيضا صورة معابرة أخرى ملفوغ بشكل حرف واو في كلمة بيروت أيضا للاقة الرواج بعد ساعات من الآن سجى محاكمة سفاح نيوزيلندا الأسترالي برينتون تارنت منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين العام الماضي في نيوزيلندا والستصرية ارتياح بين أهالي الضحايا الواحدة والخمسين حيث تأخذ العدالة مجراها بحسب ما نقل على الأهالي حسابات كثيرة تداولت الخبر وعلقت عليه من المقرر أن تصغرق المحاكمة أربعة أيام يواجه خلالها المجرم الناجينة داخل قوس المحكمة ومن المرجح أن تنتهي بصدور حكم بالسجن المؤبد من دون عفو مشروط ليصبح أول مجرم في تاريخ نيوزيلندا يحصل على أقصى عقوبة وسائل الإعلام النيوزيلندية تبنت قواعد صارمة حول الأخبار المتداولة بشأن القضية واختارت أن تقف إلى جانب الضحايا وأن تتجنب التقارير العنصرية حمد أن الصعب على العالم أن ينسوا هذه الحادثة خاصة أنها صورت لايف على فيسبوك خلال ارتكاب المجرم جريمة كان هناك تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخبر وخاصة على كافية تعاطي وسائل الإعلام معه وفي هذه التغريدة تقول يسعدني سمع أن الحكم الصادر ضد تارينت لن يكون متوفرا على الهواء مباشرة وهو مقيد الآن دعونا أن نأمل أن تكون وسائل الإعلام مسؤولة في هذا اليوم اليوم الدولي لإحياء ذكر الإتجار بالرقيق الأسود وإلغائه ربما يحمل الكثير ضياته لكثير من الشعوب في دول أمريكا الجنوبية في أفريقيا حتى في دول أوروبا وأمريكا الشمالية صحيح وهو مهم هذا العام مع قضية جورج فلويد وما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية لكن لهذا اليوم قصة محمد وهو ليس اليوم عابر هذا اليوم شهد في مدينة سانتو دومينغو لتطاع اليوم هايتي اندلاع انتفاضة تسببت أو أدت إلى إنهاء الإتجار بالرقيق الأسود عبر المحيط الأطلسي بشكل كامل الهدف من ناحية هذا اليوم وتوثيق مأساة الإتجار بالرقيق في ذاكرة الشعوب كافة والتفاعل كان كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم الأونسكو نشرت تغريدة تضمنت قول لروزا باركس الناشطة الأمريكية التي رفضت أن تسلم مقعدها إلى رجل أبيض في الولايات المتحدة تقول التغريدة العنصرية هي الجرح الذي تركته العبودية في مجتمعاتنا في هذا اليوم يجب أن نفكر في هويتنا بشكل جماعي وفردي أيضا تغريدة أخرى على حساب اليونسكو يقول يجب علينا تحدي المفاهيم الخاطئة الثابتة يجب علينا تفكيك الأحلام المسبقة يجب علينا الوقوف لأجل حقوق الإنسان في اليوم العالمي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها لنتذكر كي لا ننسى أبدا بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيارش كان له تغريدة يقول فيها تعد تجارة الرقيق من أفضع مظاهر التاريخ للوحشية البشرية للأسف ما زلنا نعيش في ظلها لا يمكننا المضي قدما إلا من خلال مواجهة الإرث العنصري للرق معا وركزت المنظمات دولية تحديدا على فكرة أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة حتى الآن حتى لو أنها قليلة ولكن يجب محاربتها بشكل سريع في أكثر من الدولة فاصل قصير مشاهدين الكرام نعود بعده لمتابعة أنتم أونلاين من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أنتم أونلاين سجع في غضام تنافس الدول الكبرى على أن تجي لقاحا مضاد لكوفيد 19 خرج علينا الرئيس الأمريكي بكذبة أم لقاح حقيقي؟ يعني اليوم أعلنت السكرتير الصحفية للبيت الأبيض أنه سيتم العلانة عن اختراق علاجي كبير بموضوع فيروس كورونا عند الساعة السادسة بتوقيت الولايات المتحدة اليوم يعني هذا الموضوع أثار تابعين مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن ترامب كان قبلها بوقت قصير اتهم هيئة الغذاء والدواء وما أسماها بيئة الدولة العميقة بتعمل تأخير إنتاج لقاح لفيروس كورونا يعني لمحاربته سياسيا لمبعد الانتخابات لكي يفشل في منصبه ولكي يهدر عليه فرصة بأن يكون قد أنجز شيئا مهما في فترة ولايته رئيس الأمريكي غلد على تويتر قائلا أن الدولة العميقة أو مهما يكون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر يجب أن نركز على السرعة وننقذ الأرواح طبعا هناك تناقض هنا كيف يتحدثون عن اختراق علاجي كبير وفي نفس الوقت يعني يقولون أن تم تأخير إنتاج اللقاح صحيفة الواشنطن بوست بدورها نشرت تحقيقا مفصلا تؤكد فيه أن ترامب ما يقول ترامب أو ادعاءاته بهذا الخصوص لا يوجد عليها أي دليل أبدا يعني لم ينجح رئيس الأمريكي في تقديم أي دليل على ما يقوله وما يتهمه لإدارة الغذاء والدواء كما قلت أن استثمار ترامب بالموضوع انتخابيا وفي خضم رحلتها السياسية من عمر ما تبقى من ولايته أيضا قابله مغردون منويون لسياسة إدارته بترامب's vaccine is a lie لقاح ترامب هو كذبة واتهموه بأنه يحاول استغلال هذا الموضوع سياسيا في هذا الإطار تقول ميشيل ترامب يحاول أن يقتلنا جميعا فقط للفوز بالامتخابات وتجريها نالي في تغريدة أخرى تقول لا تصدق أي شيء يخرج من فم دونالد ترامب أما الكاتب دون وينسلوف اعتبر أن ما يقوله ترامب هو كذبة كبيرة وواضحة لكن فقط انتظر ستقفز وسائل الإعلام في كل مكان طوال اليوم كما لو كان حقيقة وتعطي ترامب دفعة كبيرة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنه عام 2016 من جديد تبقى الأرقام هي الأكثر أو الأصدق إنباء أن البلايات المتحدة تتصدر قائمة الدول لناحية الإصابات بأكثر من 5 مليون و600 ألف إصابة عدد الوفيات نهزة 276 ألف حالة وفاة وهي أرقام محرجة جدا لإدارة ترامب في إدارة هذه الأزمة وسوء تعطيه معها وأصلا استجابة لفيروس كورونا هو صراع كبير الآن بين جو بايدن ودونالد ترامب في الانتخابات المقبلة ويستغل على صعيد الحزبين وليس فقط على صعيد الحزب الجمهوري فضيحة جيدة لترامب ولكن هذه المرة ليست ماري ترامب ابنة شقيقية ولكن شقيقته التي من خلال تسريبات صوتية لها نشرتها واشنطن بوست وصفته بأنه قاسن كذاب بدون مبادئ وغير جدير بالثقة وتحدثت خاصة عن مقاقوم به على الحدود مع المكسيك وبناء الجدار واعتبرت أنه أمر سيء جدا وتحدث عن أسار عن طفولته وأنه استأجر شخصا لينجز ابتحان دخول إلى الجامعة فؤذية جدا أن تخرج هذه التسريبات من داخل بيته عائلتها الضيقة الصغيرة صحيح هناك فضائح كبيرة بعد كتاب ماي ترامب تحديدا عن العائلة نستمع لمكثفات بما قالته شقيقته circaك ماي أسمع بأنه عائلتها المغاردون سخروا كثيرا من فكرة كما قلت محمد أن شقيقة وهي من تتحدث عنه بهذه الطريقة وليس شخصا غريبا في هذه التغريدة نشر أحدهم فيديو لاقة تفاعلا كبيرا يعني يظهر رد فعله وخلال الاستماع إلى الصوت المسجل لماريان ترامب تقول فيه أن دولان ترامب ليس لديه مبادئ ولا يمكن الوثوق به أبدا الأعجاب أو التعجب الأمريكي ليس فقط من لغة العيون إنما أيضا من لغة التغريدات التي قرأناها على منصات أمريكية أرون مالنك كتب ماريان ترامب باري ليست مجرد شقيقة لترامب فقط كانت حتى 2019 قاضية فدرالية محترمة عينها الرئيس السابق رونالد ريغن في محكمة مقاطعة نيوجيرسي وكلينتون في محكمة الاستناف ثالثة هذه التعليقات التي جاءت أثناء انفصال الأسرة يا للعشب بدورها أماندا سخيرت في تغريدتها وقالت لدينا أول متحدث لعائلة ترامب في أسبوع المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري السيدة المحترمة ماريان ترامب باري ودائما هناك استقصاد لنعتها بالمحترمة على حساب النعود الأخرى المنسوبة لطونالد ترامب صحيح حسب ما ذكرته هذه المغردة فأن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري ينطلق غدا الاثنين وهو الذي سيتم الإعلام فيه رسميا عن ترشيح ترامب ونائبه مايك بانس للانتخابات الأمريكية وهذا المؤتمر يعني يأتي بعد انتهاء المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي أيضا بعد الكوارث السياسية التي يمنى بها ترامب يوما بعد آخر هذه المرة كارثة بيئية حلت بكاليفونيا للأسف حرائق متجددة وكما كل عام في هذا الوقت هذه الحرائق التي اندلعت نحو 600 حريق متفرط في كاليفونيا أتت على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي ويعمل في هذه الأثناء نحو 14 ألف رجل إطفاء على احتوائها ترامب كان أول من علق على الحادثة وقال إنها كارثة كبرى حيث تحترق المنازل والغبات هناك وفي إحصاء أولي أعلن عن مقتل ستة أشخاص وتم إجلاء الألاف من السكان وسط تهديد الرياح القوية المتوقعة بإشعال النيران في مناطق أكثر مأهولة بالسكان وطبعا احتلت مساحة واسعة هذه الحرائق على منصات تويتر في الولايات المتحدة صحيح الناشط البيئي مايك هوديما نشر تغريدة على تويتر وهي فيديو في الحقيقة لحرائق في كاليفونيا وعلق عليها بالقول أكثر من 560 حريقا 771 ألف فتان أحريقت في أسبوع واحد 48 ألف شخص تم إجلاءهم 175 مبنى مدمر أكثر من 50 ألف شخص في خطر هذا أمر غير طبيعي هذا ما تبدو عليه أزمة المناخ وطالب بالتحرك السريع لإيجاد حل هذه المشكلة لكن دائما الجمهور الأمريكي يجد فصحة من الانتوتايمنت في حياته مع باتمن ماذا جديده؟ ليس فقط لجمهور الأمريكي بل كانت تفاعل لموضوع باتمن كبيرا لكن قبل دخول في موضوع باتمن باتمن دائما في نظرنا هو المنقذ أو البطل وهو ما أثبته شخص يرتدي ملابس باتمن يعد الطعام في مزيل المتواضع ويوزعها على المشاردين في تشيلي لنشاهد فيديو للميادين اشتركوا في القناة في المقابل ينتظر محبو فيلم باتمن الفيلم الجديد عنه الذي سيصر في العام 2021 يعني بالأمس تم نشر مخرج الفيلم نشر التريلر الأول له ويظهر هذا التريلر البطل روبرت باتنسون الذي سيجسد دور باتمن الجديد بعد أن جسده أفلك في العام 2016 وطبعا هذا الفيلم توقف تصويره لفترة بسبب جائحة فيروس كورونا ولكن الإعلان هذا يأتي في سياق يعني اقتراب عرضي في العام 2021 لنرى كان سينجح هذا الممثل كما نجح بن أفلك في تلك النسخة كل حوال محبو الفيلم تهافتوا على أو بالفارغ الصبر ينتظرون إصداره وهكذا بدت الفيديوهات التي نشرها المغاردون على حساباتهم ويظهرون مدى فرحتهم وطوقهم لكي يذهبوا إلى صلاة السينما ويشاهدوا الفيلم طبعا بأسلوب ساخر وعرض كوميدي هذا أيضا كاليلو باتس يعرض أيضا بعض المشاهد لباتمين والشخصية بدورها البطولي كما يحلو لمجتابعيه وعشاقه أن يعرفوه بها أندرو أرتز أيضا نشر فيديو التريلر وعلق عليه بالقول باتمين هو الآن أكثر فيلم أترقبه في العام 2021 لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي لهذا هذه الطريقة الوحيدة التي أردت دائما يظهر بها باتمين ولا أصدق أننا حصلنا على ذلك ممثلة أمريكية تدفع رشوة لإدخال ابنتها إلى إحدى الجامعات العريقة في كاليفورنيا هاجس دفع بالممثلة المشهورة لاري لافلين بطلة مسلسل فولهاوس إلى دفع رشن تصل إلى 500 ألف دولار مع زوجها مصمم الأزياء ماسيمو جولياني لكي يدخلوا ابنتهم إلى تلك الجامعة التي يطغى على مجتمعها وبيئتها الحاضنة الطبقة الغنية الحكم على الممثلة الأمريكية لوري لافلين بالسجن شهرين وغرامة قدرها 150 ألف دولار جرأ اعترافها بفضيحة تتعلق بالرشوة لإدخال ابنتها إلى تلك الجامعة العريقة كما أفردت المساحات الواسعة على صفحاتها مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات التي تعنى بالبروداكشن وأيضا الوسائل الإعلام الإلكترونية بعد خروجها من السجن بحسب القرار القضائي ستخضع بطلة المسلسل إلى مراقبة دائمة لسنتين وسيتعين عليها تقديم 100 ساعة من أعمال المنفع العامة وتدفع إلى جانب زوجها 500 ألف دولار مجتمعين كنتيجة لإدراج بنتيهما في جامعة كاليفورنيا الجنوبية بأنها بطلة تجذيف فزور صورا لها وأدخلاها صالة العلعاب وكانت هذه النتيجة حمد ختام حلقتنا مع فيديو من تيك توك التطبيق الذي دائما ما تشتهر بيديوهاته المهمة أحيانا والساخر أحيانا أخرى هذا الفيديو انتشر كثيرا في غضون ثلاثة أيام حاز على 4.5 مليون مشاهدة و266 ألف أعجاب بطلته نحالة من تكساس عرفت بوجود خلية نحل في أحد البيوت فصورت العملية بدون اقتداء زي واقن بحيث علمت بحسب خبراتها أن هذا النوع لن يلدغها ووضعت الملكة في خلية جليدة ولحقتها بقية النحل فأنقذت جميع النحل وأنقذت مصيرهم بشكل كانت طبعا نحن لن نشجع أي أن كان أن يعيد التجربة هي بخبرتها فعلت ذلك صحيح كل هذه المواضيع محمد وغيرها الكثير من القصص التفاعلية الفيديوز والمقالات نجدها على موقع الميدين باللغة العربية www.medin.net طبعا باللغة الإسبانية ispanol.medin.net حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر حسابنا الرسمي على انستغرام ولا لنسى تطبيق الهاتف الإلكتروني ويسابع منصة المفضلة من يدينكو شكرا لنا سجع شكرا لكم وصولكم مشاهدين الكرام لطيب المتابعة ملتقنا يتجدد في حلقة جديدة من أنتم أونلاين إلى اللقاء اشتركوا في القناة